موسيقى مساء الخير الحلقة الرابعة من الخريطة احنا مكملين المعتزلة بدأنا نخش مبارح في الكلام الجد عن اول اصل من اصول المعتزلة التوحيد وقلت انه الكلام الظاهر انه بس مجرد انه الله ذات واحدة وموضوع الصفات انه لا يتجزأ مش ده الهدف قلت انه الهدف ابعد من ده وابتدينا بقى نخش في الكلام الجد كلامهم اللي شرحته تفصيلا مبارح عن مسألة النابعة يعني من التوحيد رؤية الله في الاخرة ودي بقى مش الاصول الخامسة دي نتائج التي تواصل لها المعتزلة من الاصول الخامسة وانا قلتلكم اول امبارح اللي يوافق احد النتائج دي زي ما اش قلت ان كتير من المتنورين الشيخ محمد عبد وابو ظهرة وكل ده تأثروا بهذه النتائج لكن مش شرط يوصف او لا يجب ان يوصف بالمعتزلي الا اللي امن بالاصول الخامسة مش بس النتائج وتكلمنا على ايجاز مبارح في مسألة خلق القرآن انه يعني لحد ما طبعا اشرحها اتوسع انه كانت دفاعا عن الدين ان ليس هناك قديما مع الله بس ذاته العالية واي شيء تاني هو خلق من الله فهو مستحدث ومخلوق بالمناسبة مخلوق يعني مش مخلوق حي اي شيء في نظر المعتزلة وحتى كل حركات الفكرية في صدر الاسلام اسمه مخلوق يعني مستحدث خلاص لكن مش معنى انه حي او له تنفس او كائن حي بشكل ما يعني اي شيء حتى الخلاف بقى اللي هيتطور بعد كده بين المعتزلة وبين الفرق التي تلتها او حتى سبقتها انه مسألة افعال العبد الفعل العبد نفسه حتى هذا الفعل هم يدعون انه يعني مستحدث او مخلوق بس المشكلة ما بين الفرق والمعتزل او غيرها مين الذي خلق هذا الفعل هنعرف ده المهم في الاصل التاني وانا هشرح هشرح المسألة دي من كذا تجاه المهم تعالوا بقى نقرأ الجزء التاني او الاصل التاني من زاوية القادة عبدالجبار مش من كل الزوايا القادة عبدالجبار رجل المعتزل الجزء التاني او الاصل التاني من اصول الانضمام او الانضواء تحت فكر المعتزلة خلي بالكو هيبدو لك برضو انه حاجة وبعدين يطلع حاجة يعني الموضوع يبدو بسيط يعني تاني اصل اسمه العدل وانا او تركوا الاصول الخامسة من يومين التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والامر المنبعروف والنهي عن المنكر والخامس الوعد والوعيد المهم نرجع بقى للموضوعنا اللي هو العدل بصوا بقى القادة عبدالجبار وابو الحسن اشعري هنجيب الاستشهاد من الناحيتين ابو الحسن اشعري ضدهم بالمناسبة ضدهم خلاص بيقول ايه في مسألة العدل بصوا بقى المهم نرجع للموضوع العدل بصوا القادة عبدالجبار بيقول ايه مثلا بيقول وهو الاصل الثاني من اصول المعتزلة فقالوا هنا هنا النقل ليس عن القادة عبدالجبار عن الشهرستاني الشهرستاني رجل عمل كتاب مهم جدا اسمه الملل والنحل يعني كل الفرق والمذاهب والطواف وكل حاجة بقى في بعض اللي ظهر في تاريخ الاسلام فبيقول بيقول ان قالوا ليه مسألة العدل دي تفسير عند المعتزل ان الله يسير بالخلق الى غاية خليبا لكم العدل هنا مش معناه انه عادل بين البشر او انه سيحكم بين يوم القيام لا في المساء اللي احنا للأسف نحن الذي ظلمنا السماء فيها وليس العكس ببساطة يعني قبل برضو ما اقول دول يعني اقول لك حاجة الشرور التي في هذه الدنيا تتنافى مع الصورة المصدرة ليكو ان هذه الشرور يعني كتبها الله او على النظرة السلفية العقيدة المنتشرة في جمهة المسلمين انها ان افعال العباد من خلق الله فتصبح الشرور منسوبة ايضا الى الله حتى الشرور مش المستحدثة ذات التفاعل لأ الشرور الاصلية مش هقول دلوقتي الفرق بين اتنين خليها دي لسه شوية كم حلقة المهم فدي ازمة تبع فكرة الحرية والاختيار يعني جزء كبير منها هنتكلم على الشرل في هذه الدنيا ايه منبعه لو قلنا بالنظرة السلفية او العقيدة المنتشرة ان الافعال العباد من خلق الله تبقى الشرور دي منسوبة لمن ولو قلنا بشوية عقل مش لازم المعتزلة باتساع رؤية قد ننجو من يعني من مهازل فكرية احنا ورثناها من الف سنة وتعبانا حقيقة في مسألة كل هذا الذي نرى في العالم من شرور فبص المعتزلة بيخرجوا من المخرج اللطيف ده ازاي وده كلام بس ننقشه يعني فبيقولوا بيقولوا ان الله يسير بالخلق الى غاية يعني مش كده وده معروفة وان الله يريد خير ما يكون لخلقه يعني لربنا عايزه دايما خير وان افعال الله كلها حسنة ركز بقى والقرآن ينضح ان الخير من الله والشر من نفسك وان افعال الله كلها حسنة وانه لا يفعل القبيح خلي بقى لكم الكلام كلام واضح لا يفعل القبيح ولا يخل بما هو واجب عليه طبعا ده شرح الاصول الخامسة القادة عبدالجبار ده نص كلام المعتزلي فالمعتز فالمتصفيفة كانوا بيرعوا ان الكلمة دي ثقيلة المعنى بتاعها صحيح لكن هي ثقيلة فكانوا بيقولوا تأدبا مع الله انه لا يخل يعني ما يخلش بما هو واجب اليه مش عليه وكانوا يقولون ليس على الله واجب المعتزلة تقديم العقل رقم واحد خلوا ان الدليل العقلي ان الله بما انه حكيم فهو واجب عليه في نظرهم انه لا يخل بمصالح عباده ولا بانه يعني يريد بهم الخير ولا يفعل ابدا القبيح هطلع فاصل داية وارجع لكم رجعنا لكم نكمل اراية فنكمل مع الاقتباس من القاضي عبدالجبار فبيقولي بقى لانه مسألة العدل زي ما قلت لكم هتولد الاسئلة الكونية بقى من يفعل الشر وهل ينسب الشر لله والحاجات دي وده كلام كبير وكلام نتكلم فيه على فكرة فبيقولي بيقول زي ما قلت لكم لحد السطر اللي أنا قريته من النقل الاولان بعدين بيقول كلام مهم القضاء عبدالجبار بيقول من خالف العدل من خالف العدل واضاف الى الله القبائح من ظلم وكذب وتعذيب اطفال المشركين بذنوب ابائهم والاخلال بالواجف انه يكفر ده شرح الاسور الخامة 132 134 يكفر يكفر خلاص ف وهو مش قصده انه تكفير الناس قصده انه كده نسب الى الله الافعال كل القبائح وقال لا ده مكتوب ده قدر وده افعال وانحنا بنخلقش حاجة وقالوا ان الحكيم لا يفعل فعلا الا لحكمة وغرض دون المعتزل وربنا طبعا حكيم ولما تقدس الله تعالى عن الانتفاع تعين انما يفعل لينفع غيره يعني هو افعال ربنا في نظر المعتزلة ليست مبنية على اي انتفاع ربنا هيستفيد ايه مننا ولا حاجة فقالوا اذا هي مبنية انما يفعل لينفع غيره ده كلام عظيم جدا وان العدل من صفات من صفات الله والظلم والجور منفيان عنهم خلاص بالمناسبة انا هبقى علق زي ما قلت لكم في نهاية كل مرحلة او فرقة فكرية بكل اللي نقشته تعليقا في مسألة خلق الافعال دي والحوار اللي دار بين كل الفرقة هتفقع نشوفه بعد ايام انما لحد بس من نقف عند النقطة المهمة دي ان هو بيقول المعتزلة بتقول ان ربنا العدل من صفات الله والظلم والجور منفيان عنه وانه اللي هو ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الظلم ولا يحب الفساد والعدل يتحقق في الزمان والله لم يزل عادلا يعني هو عادل طول الوقت ها ولكنه يطبق عادله عند ظهور الشر من الكائن العاقل المحدث المختار لأفعاله ومعنى هذا ان كل فعل من افعال الله من افعاله الله تعالى لا يخلو من الصلاح والخير فالله لا يفعل بعباده الا ما فيه صلاحهم وانه احسن نظرا لعباده منهم لانفسه يعني ايه بقى الكلام ده ده كلام كبير اوه هم عايزين يقولوا ببساطة كل الافعال الخير اللي يعني ربنا اللي بتفعل في هذه الدنيا من ربنا انما كل ما ظهر من الشر فهو من الانسان وانه لا يجوز الخلط لان الانسان هنا في نظرهم زي ما هم كاتبين في السطرين الاخرين محدث مختار لافعالي محدث يعني مخلوق جديد اتخلق مش ازلي زي ربنا ولا ابدي مرحلة فهم قالوا انه بدان محدث ومختار لافعالي خيب يا جباب من اختار الافعال دي هتنخلنا في اللقطة الكبيرة بقى حرية الارادة فان الشر اللي بيقوم باسبابه ده من فعله وان الله عادلا لم يزل حتى والشر بيتعامل هو عادل لكنه يطبق عدله عند ظهور الشر يعني هيعاقب من فعل الشر او اذا طال الشر غيره فبقى فعل به يعني فهتدخل الله بعدله في الدنيا ويعاقب لكن مش معنى كده انه وقت حدوث الشر من الكائن المختار المحدث اللي هو احنا مختار يعني مختار فأفعاله ان ربنا اصبح في هذه اللحظة ترك العدل بيقولوا لا لم يزل عادلا لكنه الشر ده بأسبابكم وعلى فكرة القرآن ينضح بده عشان كده قلتلكم في اول حلقة او تاني حلقة ان كل فرقة من دول عندها ادلة مستقام من النص وكويسة جدا 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 وكلهم كانوا يسعوا الى تقديس الله وتنزيه عن الصفات والافعال والشرور والحاجات دي كلها وعلى فكرة دي حاجات عزبت اديان ومذاهب سابقة وفلاسفة يعني مش حاجة بسيطة يقفلوا على دماغك ويقولك بس هو كده كله مكتوب واتهى الموضوع شر خير فواحد ديوس وواحد بالعربية او دكتور مش مذاكر الغش في الكلية فاهمت واحد بالتخدير فيقولك ده قدره يعني قدره ازاي قدره ازاي يعني ربنا كاتب له كده انه الدكتور هو اللي قتله كده ولا ما لهمش تفسير على فكرة بمناسبة هالناقش ده يعني بيلفه ويدوره لكن هل الشر الذي حدث من انسان بالسبب الانساني من صنع الله ازاي يعني ازاي لأسباب كتير جدا غير فكرة العدالة والحرية ولسا المعتزلة هيبضعوا اكتر في ده ويشعلوا عقلنا بما سيقولونه في المسألة المهم فهم هنا بيقولوا ان هذا الشر القبيح كله منفي عن الله والظلم والجور وهو ليه العدل وهو ليه الحسن والخير الدائم بمناسبة كان فيه ديانة زمان اسمها المانوية حلص يعني ملقاش حل على فكرة انا بقولكم دي حاجات طوهت ناس وديانات وملايين السنين فهو الراجل ماني ده ملقاش حل مع فكرة ظهور الشر في الدنيا بصوا ممكن عشان يبقى بيحب ربنا يروح فين انا بكنكم بجد يعني فالأستاذ ماني عمل اللي هو منشئ الديانة فقال لا ده فيه إلهين إله الظلمة وإله النور النور منسوب له كل خير وإله الظلم ده بقى سميه زي ما تسميه المهم ده بيعمل كل الشر في الدنيا يعني هو عشان يثبت خيرية الله اللي أثبتوها المعتزلة عقلا كفر بلاش كفر أشرك ماني ده ودي ديانة كانت قديمة في فارس يعني اللي هي المانوية لأنه هو عايز يقول إيه ربنا ما عملش حاجة بحش أما طلع فيه اتنين ربنا يعني وحتى المذاب الإسلامية غير اللي هنقشها المذاب التي إلهال الطواف زي ما تركوا عندهم برضو عقيدة والشريعة سنة شيعة دروز علويين كله دور على حقيقة فكرة وجود الشر في العالم حتى الشر غير المحدث أو المتفاعل الشر بيسموه البلت أني يعني موجود في المرض مثلا أو الميلاد بي ودي قصص على فكرة يعني حتى الفلسفة الغربية تاهت فيها يعني اللاهوتيات في المسألة دي ملهاش آخر ضد أو مع النص الديني المهم أنه يعني بيندور بينبحث بيندور ما فيش حاجة عيب يعني المهم يعني فالناس الأفاضل المحترمين المعتزلة أصدهم إن الكلام ده أصدهم إنه كل الخير لربنا بالعموم وإن الشر مش عامل بقى زي ماني رحمة الله إله كمان لا قالك الشر من أفعلنا لأن إحنا مختارين يعني باختيارنا ومحدثين إحنا نفسنا مخلوقين وأفعلنا لاحقة بنا ودي بقى تقيلة شوية هنخليها لبكر يعني أفعلنا لاحقة بنا يعني السبب اللي ربنا اللي أعملنا بيه الفعل هو اللي خلقوه بس أصل الفعل زي ما هم يعني معتزلة ده لسان المعتزلة ممكن أكون أنا ناقد لده بشكل ما المهم إنه أصل الفعل من أفعلنا مش من أفعله ده فيه جانب كبير من العقلانية وفيه نقد بس مش وقته المهم ف بس عايز أقول لكم إنه نكمل النقل في مسألة العدل من نظرة المعتزلة نفسهم القادة عبدالجبار والنظام فهوما بيكملوا بيقولوا إيه أو هو بيقال عنهم إيه ده الشهر الثاني لا ده البغدادي الفرق بين الفرق 115 و 116 فبيقول إن الله موقف المعتزم مسألة العدل يرتكز على تعريفهم لله بأنه ذات كاملة زي ما قلنا في التوحيد فهو لا يفعل إلا الأصلح لعباده خلاص والأصح لعباده ويطبق عدله على من يستحقه وجميع ما يفعل الله بغيره عدل فمثلا بينقل عن الشهر الثاني بينقل عن الخياط واحد من كبار المعتزل بيقول إن الله هو الممرد المسقم لمن أمرضه وإن أحدا لم يمرد لم يمرد نفسه ولم يسقمها وهو المعيب للنبات والزرع من قحط وجدب ولكن ذلك كله لا يعد من قبله شرا أو فسادا فليس كل ما تكراه النفس قبيحا وإنما القبيح ما كان ضررا خالصا أو عبثا وذلك كله من الله محال يعني هو بيقول وهم ما بيقولوا في خلاف بسيط على فكرة بين المعتزلة مدرسة البصرة ومدرسة بغداد البصرة ما كان في جنوب العراق وبغداد اللي انتوا عارفان بشكل ما في خلاف بسيط بسيط بين المعتزلة والمعتزلة في المسألة دي وفي خلاف بين القدماء والمحدثين يعني الأوائل قالوا كلام اللي هو جيل واصل بن عطاء والمؤسسين والمتأخرين قالوا كلام يعني جامح شوي خلاص فهنا الخياط بيقول هو ربنا اللي بيمرد وبيسخم هو اللي بيبوز الزرع يعني الزرع يبوز بأمره وهو اللي يطلع له الثمرة بس ده مش عبث انت شايفه شر هو من ناحية التركيبة الكلية لموازين الأقدار هو بيعملها صح ده يستحق ده عشان نفترض أنا بتكلم عن نظرتهم يعني يتغفر له زنوبه بالمرض وده يستحق المرض كنعم العقاب المهم انه مش شر مطلق محض من غير سبب الإذاء واصل المهم خلينا في الكلام انه قالوا المعتزلة سيبك من نقدهم دلوقتي فالكلام عن ان القبيح او الضرر الخالص او العبث كلهم محال على الله ده أدى في مسألة العد كل ده جوه العدل انه ده جزء كبير من تفكيرنا في كلمة العدل غير كلمة العدالة عشان فيه لابس بالتنين فبيقولي بيقولي الشيارس تاني ان ده أدى الى نظريتين مشهورتين عند المعتزلة الصلاح والأصلح والحسن والقبح العقلي انني انا اكلمتوك عنها اخر اسبوع في البصلة قبل ما نبدأ رمضان لما كنت بتكلم عن حب الوطن فبقولكم في حاجة السادة المعتزلة اسمها الحسن والقبح العقلي ودي مسألة مهمة جدا تخلصنا من عذابات كتير مش شرط رأي المعتزلة لكن الرأي بتاع المعتزلة والخلاف الذي دار حوله من بعد كده الأشعر والمتصوف فكرة ان الشرع هو الذي يحسن ويقبح ولا العقل يعني العقل زي ما انا قلت بيعرف الخير والشر لان ربنا هو الخلق ولا لازم الشرع يقول لي ده خير وده شر على فكرة لازم نوسع كمان أفقنا ان الاتنين ممكن يبقوا صحة يعني لا يمنع ان الحق هنا والحق هنا على فكرة او بعضه هنا وبعضه هنا او ان الدمج بين الطريقتين عشان نطلع بنظرية ان قد يحسن العقل من الخير والشر والقبيح وقد يؤكد ده او يشير اليه او يؤكد عليه النص الدين طبعا الخلاف انه فاذا لم يوجد الدين هل يفهم العقل القبيح والحسن لذاته انا ارى انه اه ده عادي فوش حاجة خالص يعني المهم النظراتين دول بقى اللي هما الصلاح والاصلح والحسن والقبح دول اللي عايزين شرح شوية وهما داخلين في مسألة العدل خلي بالكوا المعتزل عشان تحوي منهجهم ده صعب جدا بسا نقول لكم النقاط الكبيرة جدا اللي اختلفوا عليها مع الفرق الاسلامية التانية فقط مش اكتر يعني عشان انما انت بقى كمل ودور وكده بس انا هقول لك ايه اللي حصل يعني المعتزلة قالوا ايه وكل الفرق اللي بعديهم قالوا ايه في نفس المسائل الكبرى القدر التسيير الجبر حرية الارادة ذات الله الصفات الجهة الانتقال السلطان الى حاجات الملتبسة اللي برضو على فكرة بالمناسبة تحت اي ظرف مش هنوصل فيها ليقين مية في المية لانها تظل نظرية تظل ما فيش حد هيقول لنا الحقيقة الكاملة الا في عالم اخر فهتظل كل النظريات بما فيها المعتزلة او غيرها نظرية فمش عايزين ضيق افق عايزين يتقبل كله لان في النهاية كله نظرية مش حاجة ملموسة او تجربة معملية مثلا نظرية فكرة بابني عليها بفكر فيها بحط لها السياد باستقب من النص اللي يوافقها وخلاص زي ما قلتلكوا مين المؤثر على مين النص هو اللي علمني ولا انا الافكار معينة باروح للنص انتقي منه ما يوافقني على فكرة الاتنين صح ودي يعني مش حاجة معجزة المهم هنشرح بقى النظراتين دول بس بكرة نكمل بكرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة